اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل عالم المخطوطات ده عالم كبير اوي للحظ انه تم اكتشاف مخطوطة سوريانية فيها نصوص مجهولة للقرآن هنشوف الكلام ده مهم جدا خليكوا يعني بالراحة كده واسمعوا هتلاقوا اكتشافات كبيرة اوي بشكرك يا اخي مالك انك جيت معنا النهاردة برضو اهلا بك اخت فرحان وشكرا على الموضوع اللي انت محضره يعني فعلا كانت مفاجأة بالنسبة لي اهلا بك اهلا ايه حكاية المخطوطة دي فعلا اخت فرحان في مطلع القرن التاسع عشر كان من جانا هو شخص من جانا للتعريف قدم قدم دراسة عام الف تسعمية وخمسان وعشرين كتب بحس واحد اسمه من جانا من جانا نعم كتب بحس هذا البحس بعنوانها الشكل التاني ان مخطوط ترجمة سريانية قديمة تكشف آيات وقراءات جديدة للقرآن اصدره سنة الف وتسعمية وخمسان وعشرين يعني في بداية القرن العشرين اعم فاصدر البحس من جانا وبيقول فيها بهذا البحس ان هو هالمخطوطة بالنسبة له يعني اني جديدة في عرضها لانه تكشف قراءات ويعني وآيات غير معروفة للقرآن هو الاكتشف ها نعم هل هو من جانا من جانا هاي صورة من جانا من جانا هو الشخص اصله من العراق سرياني ايوه هناك طبعا تربى وتعلم تعلم في العراق ثم تطور في سلك التعليم وغادر الى بريطانيا هناك كمل دراساته وصار اصبح محاضر محاضر في جماعات بريطانية ولحظة نشر هذه المخطوطة كان عنده عمل اسمه كان المساعد المشرف المساعد على المخطوطات في مكتبة جون رينالدز وكان محاضر في جماعات مانشستر في هذه الفترة 1925 كان الرجل اذن يشرف على عمل يخص عمل المخطوطات جمل مخطوطات في احد المكتبات البريطانية العامة اضافة لعمله كمحاضر في اللغة العربية في جماعات مانشستر فهو كان الرجل يعني مهتم في المخطوطات وجمل مخطوطات فجلب كان يروح للشرق احيانا ويحاول يحصل على مخطوطات ويقدر يحتفظ فيها للدراسة في المكتبات البريطانية فأحد المخطوطات كان رقمها من جانا تسعة وثمينين مخطوطة رقمها من جانا تسعة وثمينين هذه المخطوطة تعود الى عام 1450 شكل تقريبي 1450 شكل تقريبي يعني عمره كان يعني يتجاوز 500 او 600 سنة لحظة نقلة الى بريطانيا فيها المخطوطة كان هي تحتوي على كتاب بهالكتاب فيها كاتب اسمه بارساليبة بارساليبة كاتب توفي سنة 1171 في هال يعني هذا عمل بارساليبة كتب كتاب وجه فيه نقد لليهود وجه فيه نقد للنصاطرة وجه فيه نقد للمسلمين طيب بارساليبة ده هو الكاتب المخطوطة نعم الكاتب الاصل المخطوطة بينما من جانا هو ناشر ده سنة كم قلت لي هو الكاتب توفي 1171 يعني هو كتبها طبعا قبل ما توفى يعني طبعا فأنافترض يكون كتب في القرن وربما العشر او الحادي عشر طيب كويس المخطوطة طبعا السوريانية هي توجه نقاش وعلاج يعني اعمال جدل ضد اليهود والنصاطرة والمسلمين الجزء اللي بخص المسلمين هو فيه جزء معين بخص المسلمين في هذا الجزء نحن نجد نصوص مترجمة من القرآن اي نصوص مترجمة من القرآن للسوريانية والمؤلف من جانا يعني ناشر المخطوطة هو ناشر المخطوطة ومترجمها على اللغة الإنجليزية ناشر هذه المخطوطة قام بدراسة هذا الجزء ولاحظ اني عند المخطوطة السوريانية لاحظ فيه اختلاف عن القرآن الحليفة كان هو موضوع يعني اثار اهتمامه اي قلنا الرسالة اللي كتب بار صليبة اللي هو كاتب المخطوطة كاتب المخطوطة تحتوي الرسالة هاي رسالة اذا فترضنا هاي رسالة اخت فرحة فالرسالة تحتوي بمعنى على ثلاث مقالات ممكن نقول او ثلاث أجزاء كل مقالة او جزء هي بالسورياني ممر احيانا تعطي كمان بمعنى مقالة او رسالة او رسالة فТلاث أجزاء تحتوي الرسالة او ثلاثة ممر او ثلاثين فاصل الممر الثالث أو المقالة الأخيرة هو فيه نقاش للمسلمين بمعنى من الفصل 25 إلى 30 فيه نقاش بخص المسلمين وهذا الفصول الخمسة يحتوي إلى نقاش بخص المسلمين ويحتوي على أمور تانية خباسات من القرآن يختبس من القرآن بار صليبة نعم بار صليبة بار صليبة لما ناخش طبعا بها الفصول الخمسة الإسلام هو يختبس القرآن لمجموعة من الهدف هو حاول يوضح بعض التعليم المسيحية فكان اقتباساته الهدف منه توضيح بعض الأمور المسيحية أو تأكيد التعليم المسيحية اي الهدف الثاني من الاقتباسات بار صليبة منها القرآن يبقى هو أول اقتباس أو هدف أول هدف يعني حاجات مسيحية من القرآن نعم النقطة الثانية لا يلفت الانتباع لأنه فيه تناقضات يحتويها القرآن دي النقطة الثانية والنقطة الثالثة لا يقدم بعض الخصص الكتابية ويقارن بما جاء في الكتاب المقدس والقرآن يعني بمعنى هذا الهدف رسالة بار صليبة تأكيد تعليم مسيحي ما؟ ايوة أو نفت الانتباع لتناقضات في القرآن أو شرح قصص كتابية كما أخبر بها القرآن طب نرمسك النقطة الأولانية أخي مالك اللي هو تأكيد تعليم المسيح النقطة الأولى في تأكيد تعليم المسيحي بار صليبة لما بيروح لا يشرح بعض التعليم المسيحية سواء بخصوص المخلص يسوع المسيح أو سواء بموضوع روح القرآن أحيانا في محالة لشرح هذه التفاصيل من الزاوية ما تفيد المسلم فبشرحها بعض الأمور بتخص يعني يسوع المسيح والحواريين والروح القدس وبعد ما بيتمم شرحه بيكتب جملة عادة جملة يعني بحبة بار صليبة أفحص ما قاله نبيك أو نبيهم بخصوص المسيح فلما بعد ما يشرح موضوع معين مع المسيح يكتب أني أنظر يعني بيختبس حاجة من القرآن تؤكد نظرية معينة عايزة يقدمها عن المسيح أو عن الحواريين أو عن مريم أو روح القدس نعم ففي الآخر بيقوم حاطة المعلومة دي يعني راجع بمعنى إيه؟ راجع ما قاله نبيك أو نبيهم أحيانا بيكون الخطاب موجه للمسيحين فإنظر ماذا قال نبيهم وإحيانا الخطاب موجه إلى المسلمين أفحص ما قاله نبيك بخصوص المسيح على سبيل المثال طيب ناخد؟ الجزء الثاني اللي هو؟ بخصوص التناخد في آيات في القرآن فالمؤلف أحيانا بيضع بعض الآيات المتجاورة ليلحظ أنه فيها تناقض وبعدين بيخاطب المسلم أو المسيحي بنفس الطريقة أنظر كيف نبيك كان متناقضاً مع نفسه هذا التعليق بتاعه نعم بيختم بعد الشرح أو أنظر كيف نبيهم كان متناقضاً مع نفسه أحيانا ممكن يكتب بيوجه الخطاب إما للمسيحيين أنظر كيف كان نبيهم متناقضاً مع نفسه أو للمسلمين أنظر كيف نبيك كان متنقد مع نفسه كان يجب آيات من القرآن متنقدة متنقدة مع نفسه أوك darkness النقطة الثالثة هو لا يشرح حوادث كتابي أحيانا أحيانا مثلا بيروح بار صليبة يشرحنا مسألة عن الآباء الأول سواء إبراهيم سواء النوح وآخرين فبيقدم قصصهم وبيقارنها بالقرآن لإكتشف ما كان من الخلل عند القرآن كيف القرآن هو على انحراف مقارنة برواية الكتاب المقدس وبنفس الشيء كمان بيختم عبارته انظر كيف مثلا أن كان نبيك متناقضا أو غير واضحا كمان بيوجه دائما شرحه بيختمه بهذه العبارة انظر كيف كان نبيهم غير واضحا أو متناقضا أو غير مدركا وما شبه مع نفسه طيب نخش بقى على موضوع من جانا وموضوع المخطوطة نفسها ايه اللي كان يعني عمله مهم جدا من جانا في نشر المخطوطة أتفرحها بالنسبة لهمية عمل من جانا واللي لفت نظر فعلا من جانا لها المخطوطة لا ينشرى ويعطيها العنوان المهم لحظ من جانا أن الآيات اللي موجودة في هذه المخطوطة والنصوص القرآنية مختلفة عن النص الرسمي اللي بين ايدينا اليوم يعني بار صليبة لما حطت الكلام ده ما كانش يقصد يقول أنه فيه آيات مختلفة عن الآيات اللي في ايديكه دلوقتي لا أبدا هو كان هومتو جدلية كانت حاجة جدلية وبيحاول يثبت حاجة معينة لكن ما بيثبتش أنه فيه آيات مختلفة عن المصحف الحالي غير كان معني أو ربما غير مدرك غير مدرك لأنه كان في وقته تقريبا ما كانش فيه الاختلافات دي ممكن لا هو ممكن يكون كان فيه اختلافات هو بار صليبة إذا كتب في القرن العاشر أو الحادي عشر هو الفكرة أنه بار صليبة نفسه هو لك كان يجيد العربية هو كان يعتمد على ترجمة قديمة هو بين ايديه على سبيل مثلا ترجمة أقدم يعني لو أنا فرضا حيب أعمل فرضا كتاب عن هيجل ما بضرورة أنا أجيد اللغة الألمانية أنا قد أقرأ إلى ناس ترجموا هيجل إلى العربية ويجوز هذه الترجمة عمره خمسين سنة صح فبار صليبة هو اشتعل على نقد المسلمين واعتمد على ترجمة السريانية نحن ما كان عمره بعمر بار صليبة كان أقدم بار صليبة فهو كان بس إذن من غانا هو اكتشف لما شاف المخطوطة اكتشف أنه فيه آيات مختلفة على النص الرسم بين إيدينا على النص الرسم اللي بين إيدينا دلوقتي فهذا اللي خلاه يروح باتجاه أنه يقدمنا إياها قالنا يعني طيب كمل يا أخي مالك أرجوك فهذه نقطة بس ممكن البعض يتسألين طيب ليش من جانا على سبيل المثال هو بيهمه يعني هذا الموضوع أول شيء نحن قلنا من جانا هو الشخص يعني أصوله من العراق جن أمره واحد والرجل يعني كان يعيش في بيئة إسلامية أولا طبعا هذا مو أمر كافي لأنه أحيانا ممكن يجي شخص غربي وعيش في الغربي يهتم في الإسلام المسألة الثانية طبعا هو أنه كان من جانا مهتم في التاريخ الإسلامي والقرآن من جانا بالنسبة له على سبيل المثال هو كان لما كان مقتنع في بداية حياته بيقول بيخبر عن نفسه بقول أنا في بداية حياتي كنت معتقد أني كتاب نول دي جي يعني لا يأتيه عن طريق القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني أني نول دي جي في كتابه هو المثل كان الأعلى هو المثل الأعلى وكان نول دي جي يتبنى نظرية المسلمين أني عثمان دون المصحف أني المصحف بين أيدينا اليوم هو عثماني هو عثماني هو الصح عثماني كان لفترة معينة يتبنى هذا الرأي ولكن بعد سنوات اطلع على بحث وهو نفسه تعلّم وصل لقناة بيقول أنه عام سنة 1916 نتيجة مطالعته لكثير أمور دمين من غانا مطالعته لكثير أمور وصل لفرضية وصار مهتم في القرآن وصل لفرضية أنه في سنة 1916 كتب من غانا بحثا يطرح فيه فرضية أن القرآن الحالي قد أخذ زيغته الرسمية في خلافة عبد الملك بن مروان أعتقاد من غانا بعد دراسته للمتاريخ الإسلامي من غانا قال كده أن القرآن الحالي أخذ الشكل الأخير بتاعه من وقت عبد الملك بن مروان وليس في عدد عثمان يعني بيخالف نول ديجين هذا هو طبعا هذا تطور في من غانا لأنه كان من غانا يؤمن بفكرة الفكرة بتاع الجمل العثماني فهو كان مؤمن فمن غانا تطور فمن غانا كان صار عنده اهتمام شخصي في القرآن وتاريخه فلما حصل على هذه المخطوطة ولاحظ التفاوت في الآيات فهذا رسخت له يعني أكثر نظريته يعني يمكن يكون النص الرسمي فعلا أخذ شكله النهائي في أحد متأخر عن هذا عثمان وزاد طبعا يعني شغفه أكثر في موضوع التاريخ الإسلامي والقرآن طيب أخي مالك يعني عايز أعرف هل القرآن كان كله مترجم للغة السوريانية في الوقت ده في وقت كتابة المخطوطة هلأ من كان ناقش هذا الاحتمال تتساعد أنه هل ترى أنه كان القرآن مترجم أو غير مترجم بشكل كامل السوريانية ما في تأكيد أنه كان مترجم ولكن من الشواهد اللي بقدمة المعالف المخطوطة السوريانية والشموليته والطريقة الموجودة فيها بتتوقع من كان أنه لابد النص القرآن كان كاملا مترجما إلى السوريانية بتتوقع أولا لأنه كثيرا اقتباسات واسعة من القرآن من أماكن مختلفة يعني أنت بتتوقع أنه كله كان مترجم هو بتوقعات من كان من كان أن كان مترجما إضافة لذلك أني بتتوقع هو لا يمكن أن يكونوا العلماء السوريان وأننا عايشين فيها الوسط الإسلامي وعندهم يعني تحديات عقائدية لا يمكن يكونوا أن ما ترجموا القرآن حتى يحتفظوا فيه للدراسة والجدل والتعليم يعني من المستحل أن يكونوا عنده علماء السوريان تمر هالسنوات وما كان النص القرآن مترجم بين أي دول علماء السوريان لأنه لابد أن هنا كانوا مكترسين في الدفاع نعقيتهم والرد على الإسلام ومنقاش الإسلام طيب وهذا لابد يكون من خلال القرآن يعني كده المخطوطة دي ممكن توصلنا لأجزاء مفقودة من القرآن نعم أخت فرحة لأنه فيه احتمال نحن مثل ما لحظتي أني قد تعطينا هذه المخطوطة فرصة أني توصلنا لآيات خطيرة من القرآن هذا السبب نحن خصصنا لوقت في هذا البرنامج أني قلنا إذا كانت فعلا المخطوطة هاي تحتوي على ترجمة قديمة السوريانية للقرآن وهذه الترجمة القديمة للسوريانية تكشف لنا صور أو آيات أو نصوص غير معروفة اليوم فربما نحن اليوم يعني نعرف أني القرآن قديم نطلع صار عنا فرصة نطلع على نص قرآني قديم غير موجود في القرآن الحالي طيب يعني نقول الترجمة عشان نزبط الموضوع بقى الترجمة دي تمت إمتى الترجمة أخت فرحة حسب ترجيح المؤلف المؤلف اللي من جانب أقصد فيها من جانب بمأنه هو درس لغة اللغة السوريانية هو يجيد لغة السوريانية اللغة الكلاسيكية بناء اللغة الموجودة في النص المترجم يتوقع أن الترجمة كانت متراوحة بين ستمية وأربعة وثمينين إلى سبعمية وأربعة ستمية وأربعة وثمينين أربعة وثمانين تمثل أو تعكس تترجم نص قرآني ليس القرآن الرسمي الحالي يعني القرآن ما قبل القرآن طب نبتدي منين بقى ممكن نروح باتجاه نقطة المخطوطة أشارت إلى نصوص يعني أخت فرحة نصوص أو أرزاء المخطوطة لا ما بتضع ولكن هي موجودة في القرآن يعني ما هي في القرآن ولكن تسقطها المخطوطة المخطوطة أسقطتها يعني مش موجودة جوه المخطوطة لكن موجودة في القرآن طي نحن عنا نقطتين في عنا مسألتين البسملة غير موجودة في صورة البقرة في هذه المخطوطة زائد عبارة فبأي إعلاء ربكما تكذبان في صورة الرحمن أيضا غير موجودة في المخطوطة الصريانية يعني عشان بس الأخ المشاهد يركز معنا في الجزئية دي قادل مخطوطة اللي كتبها الراجل اسمه بارا صليبة وكتبها من زمن قوي وكان القرآن يعني مستخلص من يعني في المخطوطة دي شوية حاجات عن القرآن أو يعني ماسك آيات من القرآن وحطتها في المخطوطة دي بترجمة سوريانية صح؟ ابتدت حضرتك محضر الجزئية اللي فيه في المخطوطة دي أو المنغانة وجدها أن في المخطوطة دي فيه حاجات مهمة جدا في القرآن مش موجودة في المخطوطة دي زي البسملة غائبة في المخطوطة السوريانية مش موجودة في المخطوطة السوريانية في القرآن الأول بكل سورة لأنه هو بيلفت نظره أنه في أماكن أخرى موجودة البسملة يعني مش في المخطوطة كلها بسملة مفقودة تماماً لا موجودة في حاجات ومش موجودة في حاجات تانية إضافة لذلك أني في السؤال أني البسملة أني هل يترى لم تكن يعني من البداية موجودة في صدر جميع الآيات نحن متعرف علينا أني فقط في صورة التوبة الآية رقم 9 غير موجودة غير موجودة بأسباب مختلفة وعراء مختلفة أما أني غير موجودة في البقرة فلا ما كانتش موجودة في البقرة نحن ما منعرف إذا لا ولكن نحن كل معلومات تانية موجودة لا أنا أقصد في المخطوطة نفسها مش موجودة في صورة البقرة فوجراء التساول هل كانت غير موجودة في المخطوطات القديمة للقرآن وبالنتيجة من جنة بالنسبة له العصر اللي صدر فيه المخطوطات هو توفر له توفر له أني نصوص من القرآن حتى القرن الثاني هجري النصوص الثاني من القرن الثاني هجري يقول من جنة أني أنا رجعت لمخطوطات في القرآن من القرن الثاني هجري نصوص الثاني من القرن هجري ولاحظت أني عند البسملة في البقرة يعني من القرن الثاني الهجري وما بعد في البسملة في البسملة لكن في المخطوطة دي ما عنده ما عنده بسملة يتساءل أني هل كانت هو غيره طبعا ما يتجازم أني أكيد ما كانت هل البسملة كانت غير مكتوبة سابقاً في مطلع كل الصورة؟ مجرد اقتراحه لم يحسن أمره هو طبعاً اللي خلايزي تشكه في موضوع أن البسملة قد تكون فعلاً غائبة في الأصل أني أقول أني ألف لها من ميم في بداية صورة البقرة الرجل يعني بارصليبه جيبه كتبه ولكن ما يكتب البسملة فأني مو معقول هو يعني يضيع البسملة ويحطبها ويحطب ألف اللي هي غير مفهومة أو أماكن أخرى مجرد هو الطرح وأسئلة قد يكون قد يكون احتمال أني في بداية نسخ القرآن لم يكن لدينا البسملة البسملة وتحطت نعم لاحقاً وضيفت لك كل الصور طب هو مين اللي قبل ما حضرتك لسه أي اللي دلوقتي أن الرجل ده اللي هو من جانا ده مطلع لغاية القرن بداية القرن الثاني الهجرة أيوة طب ما هذا مين اللي يبقى القبل هو القبل طبعاً الترجمة السريانية ولكن هو من جانا غير جازم أني قد يكون الصح والغير صحة المعلومة هو عبي يقدم الاحتمال أني قد يكون غير موجودة وقد يكون أني في مشكلة مع طيب دي بالنسبة للبسملة طب الآية الثانية بتاعة صورة الرحمن الشيء المدهش بالنسبة له قضين ما عنده تفسير في صورة الرحمن نحن عنا لأن فبأي علاء ربكما تكذبان الترجمة السريانية لصورة الرحمن من لحظة أني هاي الآية غائبة كلياً يعني غير موجودة أبداً ده أنا عارفة أن الآية دي مليا صورة نعم ولا مرة مسكورة في الترجمة السريانية هو طبعاً ما عبي يقدم تفسيره لكن عبي يقول أني نحن أمام يعني ظاهرة هاي موجودة تفتكر كم مرة تقالت تقريباً لا أذكر في بأي علاء ربكما تكذبان ده كتير جداً جداً يعني بتهيالي أكتر من الصورة نفسها نعم هي تقريباً فاصلة بين كل آية وآية فإزاي حاجة زي كده مهمة جداً كآية رئيسية جوه الصورة ومش موجودة فليه حق أنه هو يستغربها يعني طيب في حاجة تانية عايز تضيفها أخي الملك من جانا قبل ما ينتقل للجزء الآخر بخصوص نصوص تورده المخطوطة على أنهم القرآن وليست في القرآن الحالي هو ينتقل يعني يعرج من جانا ليعمل دراسة سريعة تسكير أنه بموضوع طاريخ القرآن بيرجع بكرر بيستارد التواريخ الإسلامي بخصوص القرآن لا يصل لقناع أنه لا يقول أنه صار أصبح أكثر أعتقاداً بعد دراسة أنه النص النهائي للقرآن لم يصبح نصاً نهائياً ومعيارياً إلا في أحد عبد الملك ابن مروان والحجاج أني هل السنائي الحجاج وعبد الملك ابن مروان هما اللي زاني يعني وضعا أسس القرآن الحالي وهما الذين أسساء القرآن الحالي أعتقد أن هذا الموضوع من دلائل كثير موجودة في الأخبار طبعاً إضافة لها النقطين نابد أن القرآن الحالي هو قرآن نهائي ولكن ما عبد الملك ابن مروان طيب نكمل ولا ننتظر الحلقة القادمة ممكن نبدأ بجزئية نبدأ بجزئية ومتطارها بعدين تفضل الجزء الثاني من قانا بتابع بتقسيمه للكتاب بيقول أنه حالياً في نصوص في المخطوطة السريانية هي من القرآن ولكن ما مشوفة في القرآن الحالي يعني النخطوطة السريانية تورد مقاطع مقاطع بتقول إنها من القرآن لكن مش موجودة في القرآن الحالي نحن ما شوفنا في القرآن الحالي زي إي نصوص قرآنية في المخطوطة السريانية غير موجودة في القرآن الحالي النص الأول يقول النص الأول أخت فرحة لو اجتمع الإنسي من المشرق والمغرب ليغيروا حرفاً من كلمات الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيله هذا نص هذا الحرف أبداً هالشكل أبداً موجود فهو طبعاً من دون ما يتمنى أن هذا الصحة غلط ولكن هو يورد معطيات موجودة في المخطوطة السريانية طب مش يمكن هو ناسخ الكتاب اللي هو بارساليبة هو اللي كتابها غلط؟ لا هو بكل أحوال بارساليبة هو ناقل هو المترجم يعني إذا فيه غلط بي ينفترض من المترجم الأول المترجم الأولاني لها نا بارساليبة لم يكن مترجمة للقرآن آه يعني هو خدم الترجم الأولاني نا مترجم السرياني هي المتوقعة في القرن السابع آه ومحطوطة فيها الجزئية الجزئية دي اللي اعتبرها آية نعم طيب فيه نص تاني؟ النص التاني يقول أنزل لهم الروح القدس من نعمة ربي ونوره أيوه هذا النص غير موجود في القرآن الحالي ولكن موجود في الترجم السرياني على أنه نص من القرآن يعني فيه نصوص كده أنزلها الروح القدس من نعمة ربي ونوره طبعا أنا أحب ألفت الانتباه لمسألة أني نحن في خصوص هالنص الحالي والقبل واللصين اللاحقين نحن أمام أربع نصوص مكتوبة في اللغة السريانية آه نحن معنا لغة العربية أي وقام من جانب ترجمته إلى الإنجليزية ونحن أخذنا من منجانا فيمكن قد يقول للمشاهد أن يمكن يكون ما أقول هذا يعني يعني مو بدقة واضحة في القرآن يعني يقدم شكه بأن تكون لغة القرآن فلن يعني من أخي المشاهد هذه النصوص الاثنين والاثنين القادمات هي راح تكون نصوص مترجمة من السريانية إلى الإنجليزية ونحن قمنا بترجمته فلكن النص العربي غير موجود عننا طبعا لأنه مأخوذ بالأساس عن ترجمة عن الترجمة السوريانية طبعا مسؤول حظ يعني أني ما عناها بالعربي طبعا ولكن ما كان مهمة يعني المترجم يكتب تحت بالعربي بالزبط كده طيب عموما إحنا هنكتفي بكده المرة دي وهنكمل في الحلقة القادمة شكرا أخي مالك انتظرونا في الحلقة القادمة هنتكلم عن الترجمة السوريانية للمخطوطة فيها آيات من القرآن في الترجمة السوريانية وحنكتشف فيها حاجات خطيرة جدا انتظرونا في الحلقة القادمة شكرا أخي مالك شكرا أخي مالك